مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من جولتنا عبر الصحف التي نستهلها من الجرائد الجزائرية ومن جريدة المشوار السياسي الذي عنونا في صدر صفحته الكولونوليا الجديدة تحاول عبثا استنكار واسع للموقف الفرنسي الجديد بخصوص القضية الصحراوية ومجلس الأمة قرار الحكومة الفرنسية مجزفة غير مضمونة البوليزاريو القوى الاستعمارية تسعى لترسيخ احتلال المغرب للأراضي الصحراوية وحركات تضامنية تقول الموقف الفرنسي الجديد انتهاك سارخ للشرعية الدولية وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب استنكر مكتب المجلس الأمة أمس الأحد في بيان له القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة مؤكدا أنه يخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا ويعتبر المجلس هذا القرار بمثابة حراف ومجزفة غير مضمونة مضيفا أنه سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيال معنوي للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف ومنذ عقود على طاولة تصفية الاستعمار في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس سلوكية مقايضة المبادئ بالمصالح جريدة المشوار السياسي وفي موضوع اقتصادي عنونت صدر صفحتها ثمار النموذج الاقتصادي الجديد صندوق النقد العربي يبرز عوامل تعافي الاقتصاد الجزائري وجاء في تفاصيل المقال يقول كده صندوق النقد العربي أن الجزائر سعت في السنوات الأخيرة لإنجاح مصار بناء النموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع الاقتصادي مشيرا إلى التزام الحكومة بالعمل على إزالة كل العرقيل التي تحول دون بناء اقتصادي قوي ومرن لسيما من خلال تحسين بنية الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد وأشار تقرير أفاق الاقتصاد العربي 2020 الذي ينشره الصندوق سنويا يقول المقال إلى أن خطط الميزانية لعام 2020 في الجزائر تؤكد استمرار التوسع المالي مع زيادة كبيرة في الأجور العامة والتوظيف لا سيما في قطاعي التعليم والصحة لافتا إلى الإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي جريدة الحوار تطرقت في صدر صفحتها إلى عنوان القضاء على ثلاث إرهابيين خطرين بعين الدفلة مع استرجاع مسدسين رشاشين وكمية من الذخيرة ويقول المقال قضت مفرزة من الجيش الوطني الشعبي على ثلاث إرهابيين خطرين إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تشتا زوغانا سوغاغا بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلة بالنحية العسكرية الأولى ويتعلق الأمر بحسب بيان وزارة الدفاع الوطني أمس الأحد بكل من الإرهابي دبار بومديين والإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد ومكنت العملية من استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف وخمس مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى يقول المقال جريدة أخبار الوطن عنونت في صدر صفحتها الساحل يدخل النفق المظلم الأزمة المالية تعود للوجهة بعد تجدد المواجهات بين المجلس العسكري والجماعات الأزودية وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب تجددت الاشتباكات المسلحة منذ فترة قصيرة بين الجيش المالي المدعوم بمجموعات مسلحة تابعة لميليشيا فاغنر وجماعات زوادية بالشمال المالي في المناطق المجاورة لمنطقة قريبة من الحدود الجزائرية ورغم غياب مصادر حيادية يقول المقال يمكن أن تقدم حقيقة ما يحصل تتحدث بعض المصادر عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف الجيش المالي وعناصر فاغنر وقيام عناصر من هذه الأخيرة بتصفية بعض السكان هذا التحول في الوضع الأمني يضيف هذا المقال يأتي بعد أشهر فقط من إعلان المجلس العسكري الذي يسيطر الآن على الحكم في مالي وانسحابه من اتفاق الجزائر الذي وقع في العاصمة الجزائرية بين مختلف الفصائل المالية وأطراف النزاع بما فيها الحكومة يقول المقال المواقع الإلكترونية الوطنية عنونت بداية من موقع النهار أونلاين الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الموريطاني حيث تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمثل أحد مكالمة هاتفية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية يقول المقال وحسب البيان تطرق فيه إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الجزائري والموريطاني عنوان آخر على موقع النهر أونلاين نقرأ فيه وفد طبي جزائري يجري 250 عملية جراحية بغزة حيث تمكن وفد طبي جزائري متكون من 13 جراح مبعوث إلى الأراضي الفلسطينية بإجراء 250 عملية جراحية ومئات الفحوصات بالمستشفى الأندونيسي شمال غزة وحسب ما أفاد به رئيس الوفد الطبي الدكتور برادعي مبارك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية يقول المقال أن البعثة انطلقت إلى غزة يوم الفاتح من شهر جويليا في إطار مبادرة لمكتب وهران لجمعية العلماء المسلمين وعادت البعثة إلى أرض الوطن يوم الخامس والعشرين من نفس الشهر وأشار ذات المتحدث إلى أن البعثة تتكون من 13 جراح من مختلف الإختصاصات من وهران وولايات أخرى وذكر أنه رغم صعوبة ظروف التدخلات الطبية وخطورة الوضعية بقطاع غزة كانت المهمة ناجحة موقع الخبر عنوان أولمبياد استبعاد المصارع دريس مسعود ويقول المقال تم استبعاد المصارع الجزائري دريس ردوان مسعود من منافسة الجيدو بالألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس ووفق مصدر عليم تحدث للخبر يقول المقال فإن سبب الاستبعاد هو فشل إدريس في عملية الوزن التي بلغت 73.4 كيلوغرام قبل يوم واحد من مواجهة مصارع صهيوني وأكد بيان لمنظمي الألعاب ما انفردت به الخبر حول استبعاد ردوان مسعود إدريس الذي شارك في منافسات وزن أقل من 73 كيلوغرام للرجال وكان بسبب تخطيه الوزن القانوني للفئة يقول وصدر القرار من المندوب الفني للإتحاد الدولي للجيدو ويشار أن القرعة أوقعت المصارع الجزائري ضد منافس صهيونية دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة هو العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة عنوان الموقع احتدام المعارك بمحاور التوغل والاحتلال الإسرائيلي يتأهب للرد على حادث مجد الشمس وفي اليوم السابع والتسعين بعد المائتين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق عدة من القطاع وسط حالة من الترقب والتسعيد على صعيد الجبهة اللبنانية وبعد حادثة بلدة مجد الشمس الدرازية في الجولان السوري المحتل وقالت وزارة الصحة في القطاع أن الاحتلال ارتكب ثلاث مجازر وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيدا و241 مصابا خلال الـ 24 الساعة الماضية وقد خاضت فصائل المقاومة الفلسطينية معارك وصفتها بالضارية في حيث الهوى جنوب مدينة غزة حيث قالت كتائب القسام أن مقاتليها يخوضون معارك من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال جنوب الحي مشيرة إلى استهداف جنود وآليات صهيونية بالمنطقة موقع القدس العربي عنوانة تركيا تهدد بالتدخل العسكري لدعم الفلسطينيين وتل أبيب تحذر أردوغان وتذكره بمصير صدام حسين يقول المقال صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث اقترح تدخل تركيا بالنيابة على الفلسطينيين ربما بدعم عسكري يقول المقال وبطرق مشابهة لما فعلته في صراعات أخرى وقال أردوغان في مسقط رأسه بمدينة إريزا أمس الأحد يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا يتمكن الاحتلال الإسرائيلي من فعل هذه الأشياء بفلسطين مثل ما دخلنا كرباخ وليبيا قد نفعل الشيء نفسه هنا لا يوجد شيء لا يمكننا القيام به ويجب أن نكون أقوياء للغاية يقول وقالت وزارة الخارجية التركية يضيف المقال أمس الأحد أن نهاية مرتكب الإبادة أو نهاية مرتكب الإبادة الجماعية رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين ناطنياهو ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر موقع السكاينيوز العربية عنوانا مادورو يفوز بولاية ثالثة في انتخابات الرئاسة الفنزولية حيث قالت لجنة الانتخابات في فنزولا أن الرئيس نيكولاس مادورو فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على أكثر من 51% من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع وجاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة يقول هذا المقال ختاما من موقع الحرة عنوانا قاطع بايدن في التمهيدية كيف يرى ناشط الجالية العربية كامالا هاريس حيث تسببت الحرب على غزة في انقسام كبير بين أعضاء الحزب الديمقراطي وكذلك على مستوى قواعد الحزب في حين كان للعرب والمسلمين الأمريكيين الذين يعول عليهم في الانتخابات لحسم ولايات متأرجحة مثل ميشيغان يقول هذا المقال موقفا واضحا من ترشح جو بايدن وتحت شعار التخلي عن بايدن صوت عشرات الألاف بغير ملتزم في عدة ولايات متأرجحة أبرزها ميشيغان يقول المقال في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في فبراير الماضي وتعبيرا عن الغضب إزاء سياسات البيت الأبيض فيما يتعلق بالحرب على غزة يضيف هذا المقال ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي الأحد الماضي وذلك بعد ضغوط كبيرة من قيادات الحزب ومع مباشرة هاريس حملتها الانتخابية يثار السؤال يقول المقال هل غير العرب الأمريكيون الذين أعلنوا نيتهم مقاطعة الانتخابات في نوفمبر من موقفهم يتساءل كاتب المقال وبهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم شكرا على طيب المتابعة